اشتركوا في القناة او مش صح اننا هنحبها على كل الاحوال هنتكلم النهاردة عن حب الحياة مع ضفنا العزيز اللي منورنا فضيلة الشيخ احمد دسوقي اللي بناس عاد دايما بيجوده معنا بطاقة نور يا مسائل فل على حضرتك مسائل نور على حضرتك اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك كل تمام في نعمة الحمد لله نحب الحياة ولا ما نحبهاش ولا نعمل يا شيخ احمد لا طبعا نحب الحياة ولا ما كنتش ربنا خلقنا فيه مش كده برضو طبعا طب الناس اللي بتقولك ان الدنيا هي ضار ابتلاء وما ينفعش نتعامل مع ضار ابتلاء من منطلق حب انت شايف ايه تعالى نصلي على من كان يحب الحياة صلى الله عليه وسلم ثم نستمد منه صلى الله عليه وسلم العون والمدن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان الاعطران الازهران الانوران الاشرفان على سيدي ولدي عدنان اللهم صلى عليه صلاة تفرج بها قروبنا تقضي بها حوائجنا وتشد بها من اذرنا وتكون لنا يوم القيامة نورا يا رب العالمين اللهم امين اللهم امين وبعد سبحان الله الله عز وجل هو هو الذي قال وما خلقت الجن والانسة الا ليعبدون في سورة الزريات هو هو نفسه سبحانه وتعالى هو هو نفسه سبحانه وتعالى الذي قال في سورة هود هو أنشأكم من الأرض ركز حضراك معايا طبع ولما قال حضراك ركز أصل السلام الشهادين طبع وانا تمام معايا كلنا مركزين معاك هو أنشأكم من الأرض تمام واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا ليه انا ربي قريب ومجيد بالراحة بقى خالص ايوه ناخد كلمة هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها في اللغة العربية الألف والسين والتاء للطلب يعني بمعنى أي فعل قبله ألف وسين والتاء تكون للطلب تمام لما ربنا عز وجل يقول استطعمتك في الحديث الكدسي استطعمتك أي طلبت منك الطعام استسقيتك أي طلبت منك السقية تمام فلما أقول لحد استسقني يعني أنا بطلوبها منه وبرجوها منه فربنا عز وجل أمرنا وقال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم أي طلب الله عز وجل مننا عمارة الأرض بالله عليك في حد هيعمر مكان وما بيحبوش لا طبع بالحق لا طبع صح ولا لا صح ونص تمام بس فيه شرط بقى مهم جدا مع عمارة الأرض لابد أن تكون قريب من رب الأرض وإنت بتعمر ليه لو أنا بعمر في الأرض بطريقة فيها خراب ما هو واحد بيبيع وبيشتري بس بالربا ربنا حرمها لأنك كده بتعمر بتريقة فيها خراب ولأنك بعري عن ربنا تمام لذلك ربنا قال وأحل الله البيعة وحرم الربا والتجارة من أجل عمار الأرض فربنا أحل هذه الأمور من أجل إيه عمارة الأرض صح ولا لا تمام بس لازم وإنت بتعمر الأرض تراعي الحلال والحرام بتاع مين رب الأرض ربنا تعالى لذلك ألف استغفروه ثم توبوا إلي إن ربي قريب ومجيب قريب ربنا قريب لو حضرتك قعد جنب المكيف هيتطلع لك هو إيه سائع وبارد وجميل تمام ولو حضرتك قعدت جنب النار هتطلع هو إيه سخن سخن وهتقزى منه صح؟ طبع فما بالك اللي يعد جنب ربنا حز وجل هي أشعر بإيه عشان كده قال في آخر إني إن ربي قريب مجيب لذلك يا أستاذ كريم ليست القضية إن ربنا قريب ليست القضية إن ربنا عز وجل قريب ولكن القضية أن يكون الله أن يكون الله قريب والعبد بعيد طبع هي دي القضية طبع إن ربنا يكون قريب مننا وإحنا اللي بعاد عن ربنا عز وجل لذلك ربنا قلنا في الحديث القدسي من تقرب إلي زراعا طبع من تقرب في بداية الحديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه زراعا يا سلام طبع ومن تقرب إلي زراعا تقربت إليه باعا طبع طلب من ربنا في إطار الحفاظ على مرضات الله طبعا يبقى ده لا يتنافى مع الدين تقرب هو اللي ربنا طلب مننا وقال وستعمركم فيها يبقى ربنا اللي طلب مننا العمارة وأقول لحضرك حاجة طبع وبعدام ربنا عز وجل اللي هو اللي طلب مننا لعمارة الأرض أكيد سخر لنا أمور تساعدنا على على عمارة الأرض بطبيعة الحال نعم كتير جدا صروات معدنية موارد أمور كتير جدا ألم تروا يعني يعني مش شايفين أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات وما في الأرض كل ده ربنا سخره لنا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة نعم نعم ربنا كتير جدا علينا وأسبغ علينا وضحارك كده وموجودة عليك ظاهرة في باطنة شوف كل ما في السماوات الشمس القمر يعني الشمس مسخره لي أنا أيها طبعا كل ده ربنا مسخره لي أيها عشان تعمر الأرض والمية ربنا مسخره لي تبا أنا لو ما عمرتش الأرض بالأمور اللي ربنا سخره لي لك أتحاول نقمة تركز حراك معايا يعني النعمة تتحاول إلى نقمة لو أنا ما استخدمتهاش في مرضات ربنا وعمرت بقى الأرض على سبيل المسال المية دي إيه مش أساس الحياة طبعا وأفضل نعمة ولا لأ صحيح واجعلنا من الماء كل شيء حي تقدر تعيش بدون المية ساعة لا طبعا أبدا فالمية هي من أجل لنعم ربنا على العبد صح أو لا طبعا وإحنا عندنا بنتكلم على الموضوع دا بتتير جدا صحيح ما لا في سوقي الماء دا الوحيد ونتكلم فيه فعلا طبعا يبقى المية نعمة ولا مش نعمة نعمة جدا وعن رغم من ذلك أغرق الله عز وجل بها أقواما وأمما من على الأرض قوم سيدنا نوح طبعا المية تحولت من نعمة إلى نقمة صحيح فرعون وخوم طبعا تحولت المية من نعمة إلى نقمة يبقى ربنا عز وجل اللي أعطلنا أمور وصخرها لنا في الأرض عشان نعمر الأرض بيها لو أنت ما استخدمتهاش في تعمير الأرض وفي طاعة ربنا عز وجل بتتحول من نعمة إلى نقمة على سبيل المثال كذلك المال نعمة ولا مش نعمة هو نعمة ونقمة لو ما استخدمتوش في طاعة ربنا طبعا أصبح إيه حضرتك قلتك علشان كده النهاردة أنا جاي أقول عاوزين نفهم فقه حب الحياة فقه حب الحياة إزاي استمتع بالحياة دي وكلمة فقه يعني الفهم الدقيق وحب يعني ميل القلب وكلمة الحياة اللي هي الدنيا اللي إحنا عايشينا طب إزاي استمتع بيها بقى إزاي إن الدنيا ده تكون في إيدي مش في قلبي بمعنى إن قلبي ما يتقصرش بمجيئها أو بزوالها على سبيل المثال أحد العلماء كان تجري كبير جدا الليث ابن سعد كان من أكبر رجال الأعمال في مصر جولوا الصبح قالوا له التجارة بتاعتك المحملة بالعسل كانت جاية باخرة قالوا له غرئت فقال الحمد لله خلاص قدر له ما شاء فعل آخر اليوم لقوا إن اللي غرئت دمش بتاعته تالباخرة بتاعت اللي محملة بالعسل الحمد لله رجعت تاني فرحولوا قالوا له يا إمام يا إمام لقد نجت تجارتك نجت الحمد لله فقال الحمد لله فالناس استغربت قال له في المرتين قلت الحمد لله قال نعم في المرة الأولى قلبي لم يتأثر بزوال الدنيا وفي المرة الثانية قلبي لم يتأثر بمجيء الدنيا فقلت في كلتا الحالات الحمد لله طيب زي الواحد يوصل بقى للحالة دي الله يفتح عليك سيدنا النبي هيجيب على حضرتك واحد راح لسيدنا النبي وقال له يا رسول الله ما لي لا أحب الموت ما بيحبهوش فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك مال والنبي عارف أنه إيه عنده فلوس وبتحب الفلوس قال نعم يا رسول الله قال قدمه أمامك حطه قدام عينك فإن قلب المؤمن مع ماله إن قدبه وأحبه أن يتقدم معه وإن أخره وأحبه أن يتأخر معه يعني إيه شل المال من قلبك وحطه قدامك وصخره فتاعة ربنا صخر الفلوس دي في خدمة الناس انشئ كباري صخر الفلوس دي في خدمة الناس في بناء مستشفيات في بناء مدارس صخرها حطه قدامك ما تخلاش لك بمعنى عود نفسك على العطاء مش على الأخص هتلاقي السعادة قدامك والمال هيبقى قدامك هتحب أنك تتقدم تتقدم أمام المال يكون أمامك فهتحب أن تتقدم معه لكن لو حطته ورايا بني بدل الشقة عشرين شقة وعامل ومسوي ده واحد هيرضى يسيب طب هو الواحد ينفع يدرب نفسه على اللي حضرتك بتقوله ده طبعا ولا دي بتكون حاجة موجودة فيه بشكل فطري أو مش موجودة من الأول هي أحياناً بتكون موجودة في الإنسان الكريم ده بشكل فطري لكن بتحتاج مجاهدة تعب شوية مع إنسان لو مش موجودة فيه اللي هو مثلاً بخيل أو حرس قوي على الدنيا الجنيه تلاقيه يتعب التجارة وقعت اللي حصل حاجة في البورصة ممكن يقول له لو قدر له جلطة ما بقدرش يمسك نفسه فتلاقيه القلب شوية ماسك ماسك في الدنيا راكم هقول لي حضرتك حاجة هو ربنا قال وتحبون الملح وبالنجمة ده حاجة صريحة طبع بس في نقطة لو عشرة بيشدوني من دراع اليمين وواحد بيشديني من دراع الشمال هروح مع مين اليمين للقوة مع مين مع اليمين عشان خاطر أنا بعمر هنا التير لكن لو بعمر في المنطقة التانية التير هروح معاه أصلاً هي برضو الحزبة مش سهلة فكرة إن انت تعمل لدنياك كأنك تعيشه أبدا وفكرة إن انت تعمل في نفس الوقت لأخيرتك كأنك تموت وغدا مش كل الناس عندها القدرة على الموزنة دي هقول لي حضرتك حاجة أنا ما أقدرش إن أنا أخرج عشر قرش مرة واحد أبتدي إن أنا أعمل قرش مرة واحد قرش واحد ومع التعود وابتدي أزود الأمور ده تبقى سهلة عندي رقم واحد رقم اتنين أنا دايماً بقول يا جماعة لو الأستاذ كريم أنا ما عرفهوش مثلاً أنا ما عرفش حضرتك وحضرتك أمرتني بأمر فإيه ما عدت لهش اهتمام فواحد جميل اللي عادي قال لي عمي انت تعرف ده مين تراجل فلان الفلان اللي الناس كلها بتحبه قلت له معقولة هو ده الشخص ده قال لي آه هو قلت معقولة أنا أول حاجة هفكر عميلي إيه هنفذ الأمر اللي أنت كنت أمرتني بيه صح نفذت الأمر لأن أنا بحبك إحنا محتاجين نحب ربنا نحب ربنا عشان ربنا ساعتها لو ربنا قال لك اعمل كذا هتحمل على طوح وحتى لو الواحد قرر ربنا يخوض التجربة دي ويحاول يبتدي مرا أو يعود نفسه على اللي احنا بنتكلم فيه أكيد ربنا برضو حيساعده والله محتاجين هيقربه المسافات وهو بص الله حركحة القصة كلها ربنا بقول فإني قريب أجيبه دعوات الداحي إذا تعان القصة كلها أن أنت قرب من تقرب مني شبرا تقربتوا إليه زراعا آخر مرة قبنا فيها الليل إمت آخر مرة عشان ندول اللي احنا بنحب ربنا مش اللي بيحب يحد بيقعد يتكلم معه طبع لما واحد بيخطب واحدة جديدة كده بيأنس كل اليوم ما بيروح لها يقعد والخمس عشر ساعات بيعد واليوم بيعد وقعد ممكن يكلمها لأربع عشرين ساعة وقول لك اللي الوقت بيضع ليه عشان قعد مع الإنسان المحبوب لو أنت خلت المحبوب بتاعك ربنا عز وجل حب الناس بس فيه فرق من حبك لربنا وحبك للناس لو خلت حبك لربنا والله هتتفانى في طاعة الله عز وجل ربنا بيقول من تقرب مني شبرا تقربتوا إليه زراعا يشفيني أو يشفي آخر مرة تصدقت بنية إن ربنا يسر أمور البيت إمتى وآخر مرة وآخر مرة آخر مرة ساعدت الناس لله إمتى ولو أنت موظف حكومي آخر مرة ساعدت الناس فيها لله بدون أي حتى لو ما تعرفوش ساعدتوا لله خلص إمتى حنسيب بقى مشاهدينا يقلبوا الأسئلة دي في دماغه نعم على ما رحنا نطلع فاصل سريع ونرجع مرة تانية أهلا بيكم مرة تانية عودة من جديد لحلقة النهاردة من طاقة نور وبما أننا حضرات نتكلم في حلقة النهاردة عن فكرة حب الحياة ده بطبيعة الحال أكيد حياخدنا للحديث حول المجهودات الكبيرة اللي الحياة بتبزلها مؤسسة طب الحياة في تحقيق هذا المعنى من خلال وقف النخيل بصفة خاصة وقف النخيل اللي طبعا اتكلمنا عنه قبل كده واللي اتكلمنا أكيد لازم هنتكلم عنه تاني كتير وكتير وخصوصا في حلقة النهاردة لأنه أعتقد مش عارف حداك هتتتفق معي ولا لا أنه في المبدأين متحققين فكرة حب الحياة وفكرة إعمار الأرض أو تعمير الأرض تعالوا نشوف أول تقرير ونرجع نكمل كلامنا مع الشيخة حتى نتصدر كتير ما بيخطر ببالي الواحد سؤال اللي ممكن بيتكرر بشكل كتير هل العمر ميزان عمرنا إحنا لو ميزان بيتوازن به وهل لو العمر ده لو ميزان إيه المكيال اللي يتوازن به العمر ده يتوازن بالليام ولا يتوازن بالأعوام بعد تفكير طويل في الموضوع ده وصلت النقطة مهمة جدا لازم حضراتكم وأكيد خدتوا بالكم منها إن العمر يوزن بميزان واحد بس العمر لحظة أيوا بالضبط زي ما قلت لحضرتك ميزان العمر لحظة واحدة بس ليه لإن حضرتك وأنا وكل المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي محدش يملك من عمره غير اللحظة والنفس اللي هو بيتنفسه علشان كده سيدنا الحسن البصري رحمه الله كان بيقول لنا كلمة جميلة جدا بيقول له العمر لحظة فاغتنمها أنت يا عبد الله أيام أنت أيام إذا ذهب يومك ذهب بعضك اغتنم أيامك اغتنم أوقاتك اغتنمها بإيه اغتنمها بالأعمال الصالحة اغتنمها بالعمل اللي يظل ينفعك طول الدهر اللي يظل ينفعك وانت عايش اللي يظل ينفعك بعد ما تموت اللي يظل ينفعك في قبرك عشان كده النهاردة وكل ما جي المكان ده بيتولد عندي إحساس غريب جدا المكان ده أرض الخير المكان ده أرض الفيروز المكان ده هو الأرض اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد إن هو يبقى فيها وقف النخيل وأنا ما بتكلم عن وقف النخيل بقول ده هو الميزان اللي هيتوزن بيه أعمالك هي اللحظة الفريقة في حياتك اللي انت هتقرر وتقول أنا لازم يبقى لي بصمة ولازم يبقى لي مشاركة في العمل ده لأن النخيل ده مش إن أنا بزرع نخلة مش إن أنا يعني بفكر إن أنا أعمل عمل صالح أو أعمل صدقة جارية وبس لا أنت مش متخيل العطاء الكبير اللي هيجي من نخلة واحدة بس أنت زرعتها العطاء اللي هيقود عليك من خمس تلاف جنيه أنت هتتصدق بيهم وتقول يا رب دي صدقة جارية أنا بعملها لنفسي أو بعملها الولدي أو بعملها الولدتي أنا جاية عشان أزرع نخلة لابراهيم محمود وابنه أنا أمال سعد علي عبدالله من محافظة كفر الشيخ جاية أزرع نخلة للمرحوم شعبان عبدالعال جوزي ووالدته الحجة فردوس محمد الهوارق العطاء ده ممكن يكون في حملة شفا أيوة حملة شفا اللي تكون سبب في أن مريض يشفى مش هقولك بس أنه هو يكون بير بيتعمل أنه هو يكون فيه وسط مية بتتعمل أنه فيه مسجد بيتعمل لا ده أن أنت تساهم في تعليم ابن محتاج دعم تساهم في رفع يعني عبء كبير جدا عن أسرة عن أسرة يعني محتاجة أن أنت تساعدها تساهم في كفالة يتيم تساهم في مشروعات كتير من مشاريع الخير اللي احنا كلنا مستنينها من نبض الحياة عارف كل ده هيحصل إزاي هيحصل لك مشاركة في العمل ده جميل يعني أعمار للأرض وفيه في نفس الوقت مظهر أو شكل من أشكال حب الحياة تمام جميل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زرع فينا كده أصلا زرع فينا حب الحياة بس حب الحياة فين؟ الحياة الطيبة اللي هي جنب ربنا عز وجل فقال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة وكلمة قامت بالفعل الماضي نقول حصل خلاص خلاص تقدم عينك أهوال يوم القيامة شغالة أنت خلاص في أهوال يوم القيامة بالماضي إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فسيلة اللي هي النبتة الصغيرة بتاعت النخلة النبتة الصغيرة بتاعت النخلة النبتة اللي هي اتركها بسرعة وقوم بسرعة اصجد أو ارقع لا النبي قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها إن استطاع فليغرسها إن استطاع فليغرسها النبي أمر أنه يغرسها توب سؤال الوقتي عارف يعني إيه فسيلة ويشمعنا النبي جاب الفسيلة للنبي ما قالش إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم نخلة أو أي نبتة تاني عمومة ليه؟ قالك ان النخلة علشان خاطر تجيبي الثمار بتاعتها تجيبي النتيجة بتاعتها قدامها خمس سنين ست سنين يعني سؤال برضو عايزين ندقك في معاني الحديث قالك قدامها خمس سنين ست سنين علما تجيب الثمار انت ما بتزرع حاجة زرعها ليه؟ عشان تثمر بعد حين عشان تاخد النتيجة بتاعتها طبع فالنبي بيقولك الفسيلة دي هتطلع بعد خمس سنين يعني أنا الوقت القيامة بتقوم وهزرع فسيلة قدامك خمس سنة علما تنتج النبي كان عاوز يريد عاوز منينا ايه لما قلنا الحديث ده النبي يريد أن يرسل إلينا رسالة بأن الله يجازي كل إنسان في الحياة على المجهود والعمل وليس على النتيجة يعني ربنا هيجازيك اللي انت عملته ايه في الحياة البصمة اللي انت عملته ايه في الحياة بغض النظر عن النتيجة طبق على سبيل المثال هدرب لحضرتك المثال احنا أنا عندي مثلا ولدين ولد جاب 90% واللد جاب 80% اللي جاب 80% اهينه واللي جاب 90% ابتدي شاطر وممتاز واجيبله جائزة مع إن سبحان الله اللي جاب 80% ده المفترض ممكن يكونو اللي يقرم ليه لإن مجهوده 50% هو اتاهد وعمل اللي غد ماصل لـ 80% واللي جاب 90% كان المفترض يجيب 100% لكن ما عملش وما اكتهدش فجاءة تسعين يبقى أنا لما جازي أجاز على المجهود وعلى العمل وليس على النتيجة علشان كده سيدنا النبي قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة لسه الفسيلة صغيرة قدامها خمس سنين بس ما تزغلش بالك القيامة بتقوم قدامك ما لكش دعوة بالنتيجة ده على الله عز وجل فحب الحياة واشتغل في الحياة لذلك حضرتك قلت مثل في أول حلقة اعمل للدنياك كأنك تعيش إيه هي ده معنى حديث النبي إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم إيه فسيلة فسيلة اعمل للدنياك كأنك تعيش إيه أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت إيه يبقى أنت بجوار ربنا وانت بتعمل عمل ده كأنك تموت غدا فعلا النبي زرع في الناس حب الحياة ولكن الحياة الطيبة اللي هي معمولة مكرونة بالعمل الصالح لذلك ربنا قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة اللي هي حب الحياة دي بقى إم تحب الحياة لما يكون مزاجك ده أقولك تعالى إنسان الرجل ده مزاجه حلو ودايما أنت محب للحياة لأنه بيشعر بالسكينة بيشعر بالطمأنينة بيشعر بالبركة بيشعر بالتيسير بيشعر بالتوفيق لكن واحد دايما مهموم وقولك تا ما بيحبش الحياة لأنه بعيدة عن ربنا عرفت إمت إحنا نحب الحياة وإمت ما نحبش الحياة أي إنسان إيش ما شئت كل ما شئت واسكن ما شئت واركب ما شئت وأنت بعيد عن الله والله لن تسعد في هذه الحياة مش هتشعر بالسعادة وخلي بالحضرتك وعاز أقول السادة المشاهدين قوعة تنظر لأحد بعيدة عن ربنا عز وجل وتقول ياه تالدنيا مزه سهاله الجدران مخبية ربنا بقول فلما نسوا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بمقوته أخذناهم بغتة فجأة فإذا هم مبلسون وجاء مبلسون جاء من إبليس هيعيش الشقاء والضنق والله وإنسان يعيش في هذه الحياة وليس معه إلا القليل سواء بقى من المال أو من البيت معنده السيارة بس تقعد معاه مش بنشوف كده ساعات زميلك أو وجارك تقعد معاه تلاقيه ودفكا وضحك وهزار لقلبه ما فيش فيه حقد الحد ما فيش فيه حسن ده إنسان محب للحياة هي دي الحياة اللي أنا بقول وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قبل ما احنا بكلان نقول بيقول حب الحياة بالطراءة دي إنك تكون ريبا ربنا عز وجل تفعل أوامره وتنتهي بنواهي جميل نشوف مع حضراتكم تاني تقاريرنا ونرجع نكمل كلامنا تفضل يا حج علي يعني الحد ما قال لك المندوب هيجي لك وقال لك المندوب وجاني فعلا جاني فعلا كان يوم خمسة رمضان وعطاني قال لي اتصل بنا يوم عشرة في شهر عشرة حتبقى في رحلة إن شاء الله في شهر أنا في نص عشرة انتصلت وقلت والمعدة عد واللي ما حدش اتصل بي قال لي الريحلة يوم 13 11 طب لحد ما السكوخ دي عطوها لك كنت مسدق إن في واقف عشان كده أنا ما كنتش مسدق عشان كده جبت السك وقال لي هتيجي تلاقي لوحة وهتيجي جيت والحمد لله زرعت النخلة بيدي ووضعت اللوحات باسمي وباسم والدي وباسم والدتي وباسم أخوي وبيبني الله يرحمهم فالحمد لله فأنا حاليا والله العظيم فأني في موقف عرفة والله أنا في عرفة والله أنا في عرفة دلوقت روحانية من الله ما تقبل وربنا يعينكم أنت وربنا يعينكم عن مندي وزيدكم وزيدكم كتير بالبركة اللي حضرة بوجودكم احنا بنقول لا يكفي إنك توصل لحد هنا وتزرع نخلتك وترجع لا احنا عايزينك دايما تدعي لإن إحنا محتاجين وحظك محتاج وكلنا محتاجين دعوات تنزل أو تنزل الملايكة هنا لما جلت يا بابا ما تروح الصدقة وقعت في دي ربنا قبل ما أنت تديها شوف الجمال شوف الحلاوة جلت يا بابا الصدقة وقعت في دي مش لازم تروح وتشوف ده بنتك بتقولك كده قلت لها بابا أنا عايز أروح أطمئن قلبي أطمئن لو فيه حتبرع بتاني وتالت ورابع وخامس طب لو ما فيش ولو فيه إن شاء الله هدعي اللي حوالي ودعي أخواتي ودعي زملاتي ودعي أصدقائي وأهلي وناس وأقول لهم أني روحتوا وشوفت بعيني ملايين 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 النخيل مزروعة وربنا يبارك فيكم يا رب عينه الحلوة شافت الألاف ملايين يا رب عيننا دايما تبقى حلوة وخلي قلوبكم وعيونكم معانا دايما دايما يعني النخيل يا شيخ أحمد ليه ليه خصوصية شديدة جدا طبعا حديث نبوية في السيرة النبوية العطرة في الكتب المقدسة في الإيجيل والطوراة صحيح بجميع الكتب المقدسة السماوية هتلاقي شجرة النخيل لها طبع خاص شجرة مباركة والنبتة بتاعتها مباركة وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الفطار لما بيكون صايمين في رمضان أول حاجة إيه صحيح تبصى على طمرة طمرة ليه فيها بركة تشبعك الطمرة فيها بركة صحيح فكل ما يخرج من النخل فيه بركة لذلك النبي شبهه بالإنسان المؤمن إنسان المؤمن أينما حل نفع أينما حل نفع ودي فيها حياة فيها إيه طبع حياة للناس الموجودين حواليها وكل واحد بينتفع منها قال صلى الله عليه وسلم في موضوع فقه حب الحياة ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طائر أو إنسان أو حيوان إلا كان له به صدقة إما بقولك حب الحياة أيوة بالطرقة دي لكن متحبش الحياة بالطرقة الجشعة بالطرقة اللي تخليك تاكل الحرام وتنسى الحلال هي دي لذلك إحنا في لذلك مؤسسة نبض الحياة الوقت بفضل الله عز وجل عملت مشروع فعلا للحياة ألا وهو وقف النخيل ومش عاوز أقول كلمة النخيل بدون كلمة وقف ليه لإن كلمة وقف يعني وقف ربنا يعني اللي بتبرع بالنخلة دي ماياش بتاعته طبع أحد الناس وإحنا موها كان بيزرع النخلة فبقول إن شاء الله عشان أعرف ما كان عشان بعد خمس سنين هاجي لا خلي بال حضرتك النخلة دي بمجرد إنك تبرعت بها أصبحت وقف لله ليس للمتبرع ولا لمؤسسة نبض الحياة فيها أي تصرف أما لإيه اللي مؤسسة نبض الحياة بتعمله بتدير النخلة دي بتوفر لها الجو المناسب في الزراعة في السقي المائع في ما يخرج لكن كإدارة أما كتملك أبدا في اسمه وقف بنعمل حياة للناس والناس ما تلقش لأنها وقف الربنا عز وجل أنت رحية أحسنتم جدا يعني التعامل مع الملف ده يعني كمان من خلال حلقات سابقة من طاقة نور تكلمنا عن تفاصيل كتير اللي مرحلة ما بعد الإثمار وده فضل الله عز وجل التمر داي بيطرح بتعمله إيه بالزبط برضو خلينا باختصار نقول للناس إيه المراحل اللي بتحصل بعد كده بالنسبة للموضوع النخل إن شاء الله عز وجل في خدوم بعد ثلاث سنوات أو أربع سنوات هيتم الحصاب بقى الثمار فالتمر اللي هيطلع من النخل ده خلي بالحضرتك ما بيباعش في السوق المصري لا تبعيه بتصدر بره بتصدر بره كل الناس اللي تعرف يعني كلمة مكدول تعرف أن أو سافروا بره في الدول الأوروبية أو أمريكا كانوا النوع ده من الطمور اللي هو المدول اللي هو موجود هنا بس في الماركت اللي هو العالي هتلاقيه موجود بس الكلو فيه بمئة وتبنيين بمتين فتلاقيه إقبال عليه من فئة معينة من الناس محدودة لكن بره ده من حاجة المفضلة ده الأساسي تلاقي البلحة بسم الله مشاء الله كبيرة وكلها بالمعنى اللغة العماء بتاقينا لحمة لحمة فش فيها بزر والطعم بتاعها بسم الله سنة بلد الفعض الله كل نخلة هنا لها قصة ولها حكاية والنخلة دي حكايتها الوفاء حكايتها والدي اللي جاي من اسكندرية قال ان هو جاي يزرع النخلة دي صدخة جارية على روح زوجته وسبحان الله الوفاء زي الأموال ما بتتورث الأخلاق نفسها كمان بتتورث فلقيت الوفاء النموذج الإنساني من هذا الوالد الكريم بيتحول لترجمة حقيقية من بنته اللي جاي تعمل نخلة تانية هنزرعها بعد دي على طول لنفس الشخص للأم المتوفية تعالوا نشوف حكاية النخلة ونعرفها من والدنا أهلا وسهلا الأول أشكر ربا حضرتك أحمد الخياط من البحيرة من البحيرة يعني حضرتك جاي من البحيرة هنا أي إن شاء الله طب يعني القصة الموضوع كبير إن حضرتك تيجي من البحيرة عشان تزرع النخلة أي إن شاء الله صدقة جارية وفيها منافع للناس برضه الله صدقة جارية وفيها منافع للناس عارفين منافع للناس بصوا ورايا اللي حضرتكم شايفين ورايا دي دي اللي منافع للناس واللي حضرتكم شايفينه قدام عينيكم ده هي الصدقة الجارية زوجة حضرتك يعني المشاعر اللي أنا حسسها من حضرتك كنت بتكلمني هي تستحق اكتر بكده بكتير ان شاء الله برضو ترسلات مياه بعد كده ان شاء الله ما شاء الله لا اقوة الا بالله يعني انت متابعنا في مرض الحياة ان شاء الله عملت معنا ايه بقى الناس على طول وشوفك كل يوم الله يديك الصحة ربنا يبارك فيك ربنا يديك الصحة الله يكرمك ربنا يبارك فيك ولدنا متابعنا وعارف انشطتنا ومستمروا مكمل معانا ولكن انا عايز اسمع كلمة من البنت الوفية اللي جاية تعمل نخلة مع والدها تانية غير النخلة الاولانية شاء الله رب حضرتك يا اهلا وسهلا ربنا يا الاول اقول لربنا ارحمها وربنا تقبل منه ومنه يا رب اللهم امين احساسك ايه النهاردة وانت بتعمل النخلة دي وفاء لولدتك حاجة حتى لبعد وفات هو ده ده اليقين في ربنا سبحانه وتعالى اللي ربنا سبحانه وتعالى وعدنا به واحنا في نبض الحياة بنقول احنا بنترجم الكلام ده على ارض الواقع مع اهلنا اللي جايين من البحيرة واللي جايين من كل مكان دعوة ورسالة للي لسه ماكملش معانا احنا زرعنا لغاية النهاردة او لغاية دلوقتي 500 فدان لسه عندنا 500 فدان تانيين عايزين نكملهم ايديكم في ايدينا نكملهم مع بحض طيب طبعنا مع حضراتكم اخر تقرير في حلقة النهاردة وفاضل على نهاية الحلقة دقيقة وديها ملكا بالكاميرا شيخ عامل تحب تقول من خلالها ايه للناس الجميلة اللي بتابعوا حلقتنا حب الحياة من الدين ولكن الحياة الطيبة اللي ربنا قال عليها في صورة النحل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة اللي فها سكينة فها دوء فها راحت بال هو دا اللي تحب الحياة تعملها ازاي بالعمل الصالح اللي ربنا عز وجل قالك عليه فعمر في الدنيا وانت قريب من ربنا بالحلال النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها تركوا ما فيها لا دار المرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها الا كان قبل الموت يبنيها اللي حب الحياة عمر في الارض بالطراءة دي الا التي كان قبل الموت يبنيها فان بناها بخير طاب مسكنه فان بناها بخير اللي ربنا قالوا استعمركم بقى هنا حب الحياة فان بناها بخير طاب مسكنه وان بناها بشر خاب بانيها أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتدعونا أحسنة وأن يجعل هذه الخطوات في موازين حسنتنا اللهم أمين اللهم أمين يا رب العربين نورتنا كالعادة شيخ حمد يسعد بوجود حضرتك معنا إن شاء الله نشوفك على خير وكل شكر لحضراتكم على حسن متابعاتكم لحلقة النهاردة وبرضو إن شاء الله نشوفكم على خير في يوم جديد وحلقة جديدة من طائف نور إلى اللقاء